ما بدأ أول الأمر حزمة انتخابية توافقية تشريعية ثم رئاسية تنتهي بانتخابات المجلس الوطني بدأ يتفكك إلى خطوات منفصلة كل منها تخضع لمباحثات خاصة بعض الفصائل الفلسطينية تطالب بتأجيل اجتماع القاهرة المزمع عقده منتصف الشهر الحالي والذي يهدف لمناقشة ملف انتخابات المجلس الوطني إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية يقول مراقبون أن تلك المطالبات تعكس خشية لدى بعض الفصائل من نتائج الانتخابات وأنها تريد الاطمئنان على نتائجها في كل مرحلة انتخابية قبل الذهاب إلى الجولة التالية هناك من يراهن على إمكانية أن يرى عبوبه في الانتخابات التشريعية ومن ثم يريد أن ينخرط في سياق الكوتات التي سوف يتم على أساس استكمال تشكيل مجلس التشريعي تقول الفصائل المطالبة بتأجيل اجتماع القاهرة إن ذلك يجب أن لا يخل بمبدأ إجراء الانتخابات بشكل متتال المسألة ليست تخوفات بقدر ما هي في ظرف موضوعي يتطلب إنهاء المرحلة الأولى بالكامل حتى نستطيع أن نعالج المرحلة الثالثة بحسب قانون الانتخابات الفلسطينية فإن أعضاء المجلس التشريعي وعددهم 132 وبمجرد انتخابهم يصبحون أعضاء في المجلس الوطني وهو أعلى سلطة تشريعية فلسطينية ترسم سياسات منظمة التحرير الفلسطينية وتقرر برامجها في الوقت الذي يطالب فيه عدد من الفصائل بتأجيل اجتماع القاهرة تتعالى بعض الأصوات المطالبة بالتركيز على ضرورة تنفيذ مخرجات اجتماع الفصائل الأول كتخفيض سن الترشح ورسومه وإعادة النظر بشرط استقالة المترشحين من وظائفهم باعتبار أن هذه المطالبة تضمن مشاركة عادلة يارا العمل العربي رحم الله